معك سيدة ساندرز في نيويورك هل الدستوري للأمريكي والحياة الدستورية في البلاد مصانة بشكل قاطع وحاسم وبالتالي جميع هذه العنتريات أو التصرفات الصبيانية للرئيس المنتهي ولاية ترامب كما يصفها البعض مجرد حرب نفسية لا أكثر ولا أقل تحياتي لكم مشاهدين الحقيقة هذه ما يجري حاليا هو ليس حرب هي تهديدات حقيقية واقعية موجودة في الأراضي الأمريكية ولكن بالفعل الدستور الأمريكي هو دستور مصاغ من قبل الآباء المؤسسون ويضمن ديمقراطية واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية وما يفعله الآن أنصار ترامب من هذه التهديدات التي رصدها الـ FBI مكتب التحقيقات الفيدرالية وغيرها من المكاتب الأمنية هذه التحقيقات جدية التهديدات جدية وهي تنافي الدستور هذه التهديدات تريد أن تنقض على قيم الدمقراطية التي أقرها دستور الأمريكي والتي طالما تغنت أمريكا طالما تغنت أمريكا بهذه الدمقراطية الآن هؤلاء الأنصار المتطرفين يريدون أن يسيروا أعمال شغب خلال حفظ تنصيب بايدن على غرار ما حصل في يوم 6 يناير من هجوم على الكونغرس في محاولة لتعطيل انتقال السن من السلطة هم لديهم أجندات معينة يتواجدون على مواقع معينة من السوشال ميديا لأنهم حجبوا في غالبيتهم أو انتقلوا دعنا نقول من تويتر وفيسبوك وهذه المنصات الكبيرة المعروفة إلى منصات أصغر الرقابة الأمنية عليها أقل والرقابة بشكل عام سواء هي أساسا منصات ليست موجودة في أمريكا قواعدها في دول خارج أمريكا ولكن رصدوا محادثات غرف محادثة لمجموعات هي كيونان وبروت بويز لم يستطيعوا أن يعرفوا تهديدا ما هي هذه التهديدات ولذلك ترى هذا الاستنفار الكامل في واشنطن العصمة وفي كافة الولايات الخمسين بناء على هذه التهديدات الجدية التي تريد أن تناهض الدستور هذه الانتخابات جرت كما تجرى عادة هي ذات مصداقية عالية يشكك بها أنصار ترامب لما قاله على مدى الفترة الطويلة السابقة ولذلك أسألتك عن الدستور الأمريكي والحياة الدستورية في البلاد إلى أي درجة هي محمية هذه الأحداث أو هذه المحاولات التي تحدثت عنها ربما تشوش على عملية انتقال السلطة بين الرئيس ترامب والرئيس بايدن ولكنها لا تنسف هذه العملية الديمقراطية وهذا التحول بين الإدارتين نعم لا تنسف هذه العملية الديمقراطية والتواجد الأمني الكثيف هذه العشرات الآلاف من الجيش الأمريكي وما يسمى بالجيش الوطني هذه عشرات الآلاف وجدت لحماية هذا الدستور لحماية هذه العملية الديمقراطية ولضمان أن هذه الانتخابات الديمقراطية التي جبت ستنتقل بسلاسة السلطة من ترامب إلى بايدن رغم كل هذه التهديدات يعني هناك تصدي لحماية الدستور والديمقراطية في هذه البلاد ولذلك نرى هذا استنفار الأمني من المتوقع أنه ضمن هذه الحشود الأمنية الهائلة سوف يتم السيطرة على أمان هذه العملية الانتقالية في واشنطن على الأقل ولكننا لا نعرف كيف ستجري الأمور في باقي الولايات وما هي انعكاساتها على مدى الفترة المقبلة في عهد بايدن يعني هذه المجموعة سنأتي إلى كل هذه النقاط سيدة ساندرز ولكن دعين